هلا ورشونكم اليوم عدنا لكتر 3 كراون برج الي هو فنيشنغ لين أوف بريباريشن يعني هو اللاين اللي راح يوصل للي بريباريشن مالتي ويوقف زين The finishing line of preparation or the preparation margin is the final margin that separates between the prepared and unprepared to structure this line should be قبل أن نعبر على الـ property requirements وغيرها فيقول لك أنه اللاين اللي راح يفصل لك بين السن اللي مساوينا and unprepared ومشي عليها البرمان التوارب عين مالتي وبين unprepared tooth structure اللي هو الجزء من السن اللي أنا مساويت لpreparation أولا هذا الـ finishing line لازم يكون smooth لازم يكون أملس ثانيا يعني ما بي ما يخدشك أو هيش يعني فالشي كل شي سموذ لما نتمشي عليه البروب مثلا ثانيا continuous from one surface to another يعني ما يصدر يكون متقطع انت الرابط لا يكون continuous مستمر على كل الأسطح to another otherwise it will interfere with the setting of crown if it's poorly done يعني إذا أنت ما سويت كل شي سموذ وما سويت continuous ومتصلات يعني الأسطح ما للسن mesially distally lingually vocally أو palatally إذا كان أبر فإذا سويت المتواصلات مع بعض هناك continuous فهذا سيسهل لك setting مع الكراون لما يجيني من المختبر أما إذا أنا سويته poorly poorly done فلما يجي الكراون راح يكون عندي interfere with the setting of the crown يعني ما راح أقدر أقاعد الكراون بسهولة whenever possible it should be a sound tooth structure وشقد ما يقدر لازم يكون هذا sound tooth structure maybe carries the margin between the prepared and unprepared tooth structure is a very critical area as most failures start from the margin this margin هاي المارجن اللي هي هالفنش لاين كلش مهم وتعتبر critical area لأنه أكثر الأخطاء اللي صن عندي أثناء البربراشن عند الدينتيست أو عند الترينرز اللي هما بعد ما صعين دنتيست مثلا بالمرحلة الخامسة وإرهة فهو هذا الفنش لاين لأي شخص دي سوى preparation رايي يعتبر critical area ومست failers start from this margin أكثر الأخطاء تبديلك من هاي المارجن هس نجعل types of finishing line according to its design and configuration راح نجهس لأنواع هاي الفنش lines وتصنف حسب الدزاين مالتها أول شي عندنا following designs يعني حسب الدزاين مالتها طبعا حسب الدزاين أو configuration العفو فحسب الدزاين for finishing line could be used depending on the type of crown restoration هس راح يعتمد على design وال type من crown restoration إذا كان knife edge خليك ما يمكن هذا هو knife edge مثل ما تشوف وه اللي هو D knife edge يخصص بها هاي الحافة باعوها شوان هس وكأنه ستشين تشوف شون knife edge رسمتها هس هاي هي knife وكأنه ستشين هذا أول النوع النوع الثاني اللي هو الشامفر الشامفر خلينا شوفه بالله بالفقر مثل ما دع شوفون الشامفر هنا يعني صاير وكأنه بهالشكل هذا هذا هو اللي يسموه الشامفر يعني لما تجي على سطح السن اللي أنا بسأول preparation راح يكون heechi هذا هو السن شوف هاي الثانية هاي هاي صايرة هاي يسموه الشامفر أو heavy شامفر شوف انه مااخذ يعني شون نقول شامفر بس تكون heavy يعني كل مااخذ كل شي مسوي مجال بالسن كل شي مسوي preparation للتوث فالشكل هذا تكون heavy شامفر بعد لدينا الشولدر الشولدر اللي تكون عدلة اللي هي هاي وان رادي شولدر بيفل بيفل وان كاتب الشولدر اتوقع هاي مااخذ رادي فالشولدر انه هيكون عدل انت شفت الشامفر هي صاير مثل الانحنا اما الشولدر هيكون عدل ويصاعد عدل ويصاعد التوث زيان الرادي شولدر اكو بيفل واكو بدون البيفل لكن الشولدر هو اللي يكون عدل فإذا كان رادي شولدر او رادي شولدر بيفل بعد تبقى حسب الدزاين ماتة هاي بالنسبة لل دزاين ما لاتمن ما لالفنيش لين يأما يجيك نايف اج شامفر هيفي شامفر شولدر رادي شولدر شولدر بيفل البيفل اللي حتنا عليه فوق او لا مو فوق عفوا بديش اللكتر حتنا عن البيفل اللي هو يكون مثل انه تقلل من الفونكشن وكاسب بوكاته شام فهي انواع التايب اسمال الفنيش لين واللي صنفنا حسب الدزاين هسه هنا نعم سوي لك هذا الشكل اللي هو كلش حلو مبين لك انه الشامفر شكل صير بين حنا و راون شولدر و راون شولدر و بيفل زين هسه سعلي نجعلهم واحد واحد اول شي النايف اج or feather and finishing line pointed and tapered fisher هسه نجعل فشرات اللي راح نسوي بهم كل واحد اول شي اللي راح نسوي به النايف اج or feather and finishing line اللي هو اسمه pointed and tapered fisher bear اللي هو هاد شوفوا قدانكم ال end مالته تكون pointed وهو نوع fisher long needle diamond fisher bear اللي هو اللي اسمه الثاني اللي هو long needle diamond fisher bear is used to provide this type of margin design هادا يستعمل حتى اوفر هذا النوع من او اسوي هذا النوع من الدزاين اللي هو اسمه knife edge it is the most conservative type of finishing line since the least amount of tooth structure is removed اذن هو يعتبر اكثر انواع الدزاين اللي حافظ لي على السنو يكون conservative وهذا الشي اللي داني اثناء البربرation مات but the margin is weak since this margin design does not provide enough bulk of thickness for the material يقول لك لكن هاي المارج تكون ضعيفة في حال هاي المارج صممت على انه مت توفر لي enough bulk or thickness لل material اللي راح تجيني ما لل restoration it worms هي تكون الزاوية مالتها اكبر من 135 درجة الكافو surface line angle تعتبر الكافو surface line angle ما لهذا design اللي هو knife edge اكبر من 135 درجة اذا قلنا هسا knife اول نور هستخدم وياشنو الpointed fischer bear اللي هو يسمون needle diamond bear قلنا انه هي من احسن الانواع اللي تكون conservative وهم اذا مسويناها بشكل ideal هتعتبر weak لأنه ما وفرت بلك او ثكن مناسب للماتيريال او الرستوريشن material والزاوية تكون اكبر من 130 درجة كافو surface line angle هذا هو البر اللي يقصد عليه pointed end taper fischer bear يكون diamond نتجي الادvantages مالتها اول اول معلومة نقدر بها من النص لفوق الانترودكشن انه اكثر الانواع ثانية سهلة يعني البربرائشن لا تكون سهل ثالثا it is burnishable type of finishing line يعتبر burnishable هذا النوع يعتبر burnishable من finishing lines لانه it provides a burnishable margin burnishing is a further adaptation of margin of metal restoration to the tooth surface فبذلك وانما يقول burnishable انت تفتهم شونا يعني burnishing انه هاني اصحو adaptation للمargin of metal restoration to the tooth structure يعني انا رح اقدر اسوي attachment وادابتاشن للrestoration ويه tooth structure لذلك انه هاي حاثمان للنايف edge تكون burnishable اقدر اسوي بها عملية burnishing اللي عرفتوا شونا هي انه مثل اللي اوصل الفلنك ويه tooth structure وامزج هوايا اصوي الادابتاشن ويه اكيف النايف finishing line is difficult to be identified by the laboratory technician يعني شونا نقول انه صعوبة مالتها صعوبة مالتها تعتمد على laboratory technician تكون difficult to identify ثاني it provides a thin margin that is difficult to accurately wax and cast يعني انه شوو انه صعوبتها كلها يم من مختبر اذا تكون المالتها كلش رقيقة بعث من الصعوبة يقدر يسوي لها accurately waxing و casting بالعمل مالتهم ثالثا the margin of restoration is societal to distortion since this type of margin design does not provide enough thickness قلنا انه حسب هذا design ما رح يوفر لي فالthickness و bulky للrestoration التي بالتالي ممكن يكون متعرض societal او يعرض اكثر للdistortion لانه هذا type من المارجن design ممكن يوفر لك enough thickness تكون not enough يعني هاي enough مو انا فالعفو عشان كنت اخبط انه ما رح يطيك enough space حتى تنطلي الrestoration مال تكثق نس مناسب مي خليه تنكسر بالتالي ستنكسر اذا كانت كل اش ثن زين indications of knife edge finishing line full metal crown all the surfaces indications مالتها مثلا full metal crown ليه all surfaces مو بس 3 على 4 ثانيا the lingual and proximal surfaces of full veneer crown في حال استخدمنا full veneer crown lingual and proximal surfaces او 3 quarter crown and post crown ها هي indications ما استخدام knife edge نجي هستا للشامفر الشامفر شون هسويها اول شي بعور يشكلها شون صغير هذا هو الشامفر زين ويه tooth structure وال crown dacode طبعا ها هي الجنجفة وهذا هو tooth انا سوي شامفر مثل زحليقة تقريبا ايش صغير زين it is a well defined finishing line somewhat like knife edge finishing line except that the cut is made deeper هو نفس نفس شكله ستشينة لكن تشوفون انه cutting صغير اعمق زين درجة around end taper fischer هنا round end taper fischer اما هناك ش قلنا pointed end هناك pointed اما هناك rounded round end taper fischer bear is used to obtain this preparation margin حتى احصل preparation margin فاستخدم هذا الbear اللي هي preparation margin or finishing line اسمي الشامفر it provides adequate space at the cervical region so can make contour crown restoration with contour of natural tooth without over contouring of the final restoration however since the restoration margin obtained with this type of finishing line is thick so it is unburnishable اذا فهي هاي هي الفينيشين line اللي هو الشامفر يكون unburnishable هذا هو فرق عن اللي فوق عرفت الزاوية ما عرفت انه يفرق عن النايف اجيب شغلتين اول شي هنا الكاتين يصير ديبر وثانيا انه unburnishable line angle مالت كاف و سير بس line angle 130 30 إلى 160 و عرفت ايضا انه راح استخدم و راوند ان تايبر فش النايف و الكون تحسب ما حشان عنه انه سيكون make the contour of the crown restoration within the contour of natural tooth يعني الكون راح تجيب ها انت راح يكون نفس الكون التوث اللي هو sound tooth natural tooth without over contouring of the final restoration بالتالي انت مرح تسوي over contouring لحشان راوند جيد this type of finishing line is indicated for areas to be covered by metal only فقط الاري التي تغطيها بالمتال سيكون النايف edge finishing line سيستخدم لفل metal crown سيستخدم بالفل metal crown سيستخدم بالlingual or proximal surface of full veneer crown or three quarter crown and post crown heavy chamfer finishing line this type of finishing line provides 90 degree kava surface line angle 90 degree 90 and it's arm but it's a chamfer because it's a chamfer but heavy and it's 90 good with a large radius internal angle so it is provides better support for the ceramic crown it can be used with porcelain fused to pfm this is the kind of bridge and cranes which is ceramic for the metal and above ceramic for aesthetic pfm will use heavy chamfer finishing line which is line angle multi cavo service line angle 90 degree good now shoulder finishing line here I'm not going to give you advantage advantage but I'm going to give you an number of restorations I'm going to give you an pfm good shoulder finishing line shoulder is least conservative this shoulder like you can see if you make a high range and it will affect tooth structure so it is less conservative so it doesn't be economic while working and it will take a lot of years يعني type of finishing line due to the excessive amount of tooth structure removed to obtain this type of finishing line إذن ليش هو least conservative لأنه آني دع أشير كمية كلش تشبيرة من sound tooth ومن natural tooth حتى أسوي هذا النوع من الدزاين مع finishing line In the butt type of shoulder finishing line بهذا النوع من اللي هو اسمه البط من shoulder finishing line مثل ما قلت لكم راح يجي هذا الwalls وتيجي على زاوية قائمة على هذا النوع من finishing lines اللي هو shoulder قال لك بright angle A flat end tapered Fisher Bear هذا flat end tapered Fisher Bear يشوفونه شوية tapered لكن flat end لا هو rounded ولا هو pointed فراح استخدمه حتى أسوي Obtain the finishing line اللي هو shoulder This type of finishing line is used when a bulk is required For strength or aesthetic That's why it's almost used with a jacket crown Since jacket crown Is made of either porcelain يقول لك انه هذا النوع من ال finishing line راح استخدم ويها A jacket crown فهذا الجاكت يكون هذا النوع من انواع ال indirect restorations الفيكسد Is made either من porcelain او acrylic resin راح استخدمه اما من البورسلين يكون مصنوع او من الأكريلك بشكل كامل Which are brittle materials تكون brittle لها الشيء يعني ممكن تنكسر And require enough thickness to withstand the occlusal forces without fracture يقول لك انه لانه بسبب كونه Brittle فلازم يكون الى enough thickness فاتسمك enough حتى ما ينكسر ويقاوم لل occlusal forces without fracture On the other hand The increased thickness Provides better shade Of the material And so better aesthetics وبالتالي هذا النوع من الاتيال ممكن راح انزيد الثكنيس فكل ما زيدنا الثكنيس راح ينطيني better shade يعني اذا كان اللون مالته باهت اذا كان الثكنيس قليل لما انا زيد الثكنيس فرح ينطيني shade أحلى وأحسن لذلك فهو أحسن استخدامه بالأستيك عند التجميل الخامس اللي هو radial shoulder finishing line radial shoulder finishing line modification of shoulder finishing line هذا هو اعتبر modification يعني فاتش شيء شون نقول استثنائي It is a shoulder finishing line with rounded internal line angles يعني هو مالذي يجيك شولدر عدل لا نزلت the right angle وشوية سويت بيها rounded هي شيء سويتها round هذا يسمونه radial shoulder It is a shoulder finishing line with rounded internal line angles This will reduce the shoulder slightly and minimize stress concentration هو هذا بهالحالة راح يقلل لي shoulder slightly وأيضا يقلل لي Concentration مع the applied force يعني Stress concentration الضغط تركيز الضغط على هذا المكان راح يقل إذا سويت rounded To the tooth structure طبعا على the structure مع the tooth حتى مين كسر From one hand and on the restoration itself From the other hand يعني هو راح يقللك Concentration التركيز مع the stress على restoration وبنفس الوقت على the tooth structure أنه مين كسر يعني الثانيين ما حيحافظلي عليهم This type of finishing line was introduced with the ongoing or ongoing or ongoing development and all ceramic materials and on attempt to increase the fracture of all ceramic crowns by decreasing stress concentration ليقولك أنه هذا تم تطويرة حتى يحافظلي على the ceramic materials اللي أو محاولة في زيادة قوة الفراكتر سترينج مع كل السيراميك يعني أنا جبت أو سويت development لهذا الدزاين مع the finishing line حتى أنطي قوة أكثر للسيراميك ماتيرياز اللي أستخدمها بالسيراميك كرانز مزيلا وشوان سويت هذا الفراكتر سترينج عن طريق أنه قللت السترس لما نسويت هاي الراوندد هي شيء زاوية الراوندد بالشولدر بالتالي قللت أنا السترينج لعفو قللت السترينج وهذا الشيء قدرت أوفر فراكتر سترينج أكثر للسيراميك ماتيرياز اللي أستخدمها بالسيراميك كرانز آخر نوع اللي هو يسمحوا بالسيك بالسراب بالسيك بالسيك من مبنث بالسيك 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 هذا ما قصيت بيفل قصيته وكأنه قصيت جزء من هو هنا يمكن على الأنقل الشولدر فيقول لك هنا أنا آني بالشولدر بيفل هو استثناء فأنا شايت جيت على الشولدر وضفت لبيفل اللي هو مثل قصيت من عدة بحيث بالشولدر بحيث سويته بزاوية 45 درجة بيفل هذا السويته بزاوية 45 درجة يعني حادة بالتالي أنا صار عندي بيرنشاب المارجن إنه قدرت أوصل وادمجها باقي التوث ستركشور باستخدام هذا أو عن طريق البيفل السويته يقول لك بعض المتال ممكن تمتد لذلك كان سويت هذا البيفل حتى أقدر أسوي أدابتيشن لهاية المارجن ما للرستوريشن ويا المارجن مثلا اللي جوا صايرة ما للسراؤنين سوروية القوى الثاني أنى عمل الحاوضي مع أغلال في الأحزاء أعطي عليا عندما نستخدم النقود والكبري بشكل بشات الناس مع إستخدم نفس السيراميك والذين تكون لديه الأكريل او نسلم ويتي نظرك عندي المثال نعم من وهنا قد يستخدمه نعمه للمسيقات التالية ثانياً، حاوضاء مع تغلال تهيئة عملية للنمات لشدة طويلة إذا كان عندي extremely short walls فأستخدم هذا الbevel هنا نخلي لك الشكل هذا مع الbeveled shoulder شو مثل ما تشوفوه هنا فالبوكل